رحمة الله وبركاته الأهلي يضغط على زمالك لأحراز الهدف السادس بعد التقدم خمسة نين مرت سبعين دقيقة من مباراة الأهلي وزمالك المقامة حاليا باستاذ القاهرة في الجولة السالسة لبطولة الدوري الممتاز وأصبحت النتيجة تقدم الأهلي بخمسة أهداف لهدفين ويدوم تشكيل الأهلي قلم محمد الشناوي علي معلول أيمن أشرف بدر بنون أكرم توفيق حمدي فتحي عمر السلية أليو ديانج محمد مجدي أفشا بير سيتاو ومحمد شريف فيما يضم تشكيل زمالك كل من محمد أبو جبل حمز المسلوسي محمود علاء محمود الوينش أحمد فتوح طارق حامد إمام عشور أوباما زيزو أشرف بن شرقي وعمر السعيد بدأت المباراة بشكل هادئ من الفريقين ورفض القطبان الإنسياق للغزو الهجومي مبكرا ولجأت كلاهما إلى التأمين الدفاعي بعد الهدف الأول وصل الأهلي الضغط واحتسب الحكم ضربة جزائي للأهلي بعد عرقل على معلول سجل منها معلول الهدف الثاني في الدقيقة 19 استغل الأهلي تسجيل هدفين ووصل الضغط وسجل محمد شريف هدف بإسست رائع من عمر سلية بالكعب اشتركوا في القناة